بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعا سعيد جدا أني ألتقي بكم مجددا في كورس جديد وهو كيفية قراءة نتائج الهيمتولوجي بشكل عام وفي الحقيقة كنت أعوز أبدأ أني أقرأ الهيمتولوجي وأقرأ الريبورت بداية بالCBC فرأيت ما الحكمة أننا نبدأ في البداية نحن نتكلم على basic information حتى تتأسس الأمور فلو ما نجي نقرأ التقرير الCBC وتقرير الهيمتولوجي in general تكون الأمور بسيطة فحبدأ اليوم معاكم في أول محاضرة اللي هي الintroduction للهيمتولوجي في هذه المحاضرة في الintroduction الهيمتولوجي حنتكلم على ثلاثة محاور المحور الأول اللي هو introduction والمحور الثاني اللي هو الهيماتوبايوسيس والمحور الثالث هذه الثلاثة المحاور إن شاء الله عز وجل حنتكلم عليها ببساطة الintroduction أول نبدأ بقضية الدم ما هو الدم؟ لو نجيب واحد من اللي دم ونعمل نعمل طرد مركزي حنشوف أن الدم قسم إلى قسمين تقريبا القسم الأول اللي هو البلد أو الخلايا اللي هو القسم الأول اللي هو الخلايا حتكون 45% من هذا الواحد الملي 45% خلايا و 55% حتكون بلازمة طبعا لما نقول واحد ملي يعني فاصل 45 ملي خلايا و فاصل 55 ملي بلازمة طيب لو كان 100 ملي لو كان 100 ملي ما معنى؟ معناها إنه 45 ملي خلايا و 55 ملي بلازمة طيب لو كان لتر واحد ما معناها؟ حيكون معناها 450 ملي حيكون خلايا و 550 ملي حيكون بلازمة بمعناها إنه الـ RPC تمثل 45% والبقية الـ 55% هي بلازمة طيب النقطة الثانية المهمة جدا إحنا اتفقنا الآن إنه الخلايا 45% والبلازمة 55% طيب من إيش بتكون الـ 45% اللي هي الخلايا؟ بتتكون من 99% RPCs اللي هي كريات الدم الحمراء تخيلوا 99% النقطة الثانية إنه 1% بتكون WPC واحد في المية بيكون اللي هو البليثيتس إذن تخيلوا السواد الأعظم كله في السلز كله RPCs بينما لو ما نتكلم على قضية البلازمة البلازمة حيكون 90% حيكون ماء حتكون 7% بروتينز البروتينز زي الـ Alpumine زي الـ Glopeline زي الـ Coagulation Factor اللي هو من ضمنهم البروثرومبين الـ 2% حيكونه جيلوكوز والوست بروتاكت اللي هو اليوريا والكرياتينين وأيضاً حيكون فيه هرمون وفيه ليبيدز دي كلها تقريباً الـ 2% 1% حيكون اللي هو الأملاح والأملاح اللي هي 1% تمثل السوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم طيب النقطة الثانية فيه نقطة عاوز أشير لها وهي مهمة أن الخلايا اتفقنا أنها 45% فلا لو ما نتكلم على الـ RBC 99% ما معنى الكلام هذا معناها أنه 5 مليون خلية في الملي متر المكعب أو في المايكرو ليتر 5 مليون بينما الـ WBC أقلنا أقل من 1% 1% أقل يعني 10 ألف في الملي متر المكعب والـ Platelets عبارة عن 450 ألف في الملي متر المكعب ما معنى الكلام هذا معناها أن السواد الأعظم هو الـ RBCs الـ RBCs بالملايين بينما الـ WBC والـ Platelets هم بالألف طيب لو ما نتكلم على البلازما البلازما لو ما نتكلم عليها قلنا 55% ما معنى بلازما بلازما لو ما نعمل ريموفينج لها للكوئجليشن فاكترز حتتحول إلى سيرم ومن هنا نجي نقول فيه معنى سيرم ألبيومين لو ما نعمل الفحوصات سيرم ألبيومين سيرم كرياتينين، سيرم جيليكوز، سيرم يوريا، سيرم جلوبيلين طيب هذا بالنسبة لقضية الـ Introduction البسيطة في الدم تعالوا ننتقل الآن إلى الـ Heimatopoeusis الـ Heimatopoeusis ما معنىها معنى الـ Heimatoo معنى بلد والـ Heimatopoeusis معنىها Formation فهي بالتالي معنى أنه Formation of Blood Cells إذن Heimatopoeusis معنى Formation of Blood Cells طيب تعالوا لأهم شيء في الـ Heimatopoeusis إنها قضية في معنى Pluripotent Stem Cell الـ Pluripotent Stem Cell ذي تتحول إلى Mini Cells تتحول إلى أكثر من Types of Cells لكن النقطة المهمة قبل أن تتحول الـ Pluripotent Stem Cell لابد أنها تعيد نفسها في البداية إعادة نفسها ذي نسميها Self Renewal بعدها بعد ما تعيد نفسها تنقسم إلى عدة خلايا طيب الآن الـ Pluripotent Stem Cell ممكن بصيتوكاين زي الـ Interleukin 3 ستتحول إلى Lymphoid Stem Cell أو Lymphoid Progenitors بالـ Interleukin 3 والـ Colony Stimulating Factor ستتحول إلى Myeloid Cell المايلويد سل اللي هو ستتحول Pluripotent Stem Cell إلى Myeloid المايلويد فيه الخلايا التالية فيه الخلايا اللي هي اللي هي الـ Galilocyte Monocyte Progenitors وذي حتتحول إلى Monocyte وحتروح في التشوكاين تتحول إلى MacroVeg كمان حتتحول الكاريوسايت Monocyte إلى النتروفيل الإزينوفيل بروجينيتر حتتحول إلى إزينوفيل والبازوفيل بروجينيتر حتتحول إلى بازوفيل واللي هي الميغا كاريوسايت حتتحول إلى بلايتليتس والإيرثرويد بروجينيتر حتتحول إلى RPCs ده كله بالنسبة كلهم منشأهم المايلويد ستمسل طيب تعالوا نتكلم على الإيرثروبيوسيس على اعتبار أننا سنتكلم بعد ما نخلص هذه المقدمة سنتكلم على الأنيميا فلا بد نعرف إجمالا بالنسبة للإيرثروبيوسيس أول ما تبدأ تبدأ خلية اللي هي إيرثروبلاست وهي طبعا خلية كبيرة ولها نواة كبيرة هذه الإيرثروبلاست تتعرض للإيرثروبيوتين اللي جاي من الكدني وبالتالي الإيرثروبيوتين حيعمل لها وحتروح تتحول إلى نورمو بلاست لو ما تتحول إلى نورمو بلاست فيها نيوكليس صحيح حجم نيوكليس قل هنا يبدأ الهيموغلوبين فورميشن فلو ما يبدأ الهيموغلوبين فورميشن حتتحول فيما بعد إلى ريتيكلو سايت ريتيكلو سايت نقول عليها هي الخلايا الشبكية يسموها فيها الريميننت أوف نيوكليس اللي هي بقايا الـ RNA فتكون بقايا خيوط الـ RNA بعد كده حتتحول إلى اللي هي الـ RPCs اللي هي الماتيور ربيسيز طيب في سؤال مهم هنا ينطرح أنه البولمارو بيطلع ربيسيز خمسة مليون خلية في الملي متر المكعب طيب السؤال اللي حينطرح هل كل الخمسة مليون خلية آسف لا نقول عليها طبعا خلية نقول عليها كورية لأنه ما فيها نيوكلياس فالخمسة مليون كورية ذي هل كلهم بيطلعوا ماتيور لا ما بيطلعش كلهم ماتيور 2% تقريبا بيطلعوا منهم يعني من نص إلى 2% بيطلعوا كريتيكلو سايت ما هي رتيكلو سايت هي إماتيور ربيسيز ويحصل لريتيكلو سايت يحصل لها ماتيوريشن في البلد طيب حيث على الواحد سؤال سبحان الله ليش الـ 2% ما كان كلهم يحصل لهم ماتيوريشن في البلد نقول أنه حصل 2% حكمة الله عز وجل لأن الاربيسيز بعد 120 يوم ستبدأ تتكسر فهتبدأ تتكسر وفيه رتيكلو سايت تأخرت عنها يوم أو يومين فمش هتفرغ الساعة مش هتفرغ الساعة خالص هتكون فيه معنى اللي هي رتيكلو سايت تحولت إلى ماتيوريشن وحتظل موجودة والبون مارو يعوض والريتيكلو سايت اللي جاء حولت لازالت موجودة فسبحان الله نقطة ثانية زيادة الرتيكلو سايت نقول دلالة على أيبر أكثف بون مارو وذي لو ما يحصل شخص عنده إيمانيتك أليمي أو يحصل عنده بليدن ترتفع الرتيكلو سايت النقطة الثانية إن الرتيكلو سايت لو ما يحصل لها ديكريز دلالة على أيبر أكتف بون مارو أن البون مارو ذا مششغال ومثال لها زي الأبلاستيك أنيميا طيب تعالوا نشوف المحور الأخير اللي هو فيم فيم بتحدث الهيماتو بايوسيس الهيماتو بايوسيس تحدث في الآتي في الستة الأسابيع اللي هي من الحمل في معانا في الانترا يوترايل فيه فيزبل استراكشور هو الوحيد فيزبل استراكشور يسموه اليوكساك اليوكساك يتم فيه تصنيع الهيماتو بايوسيس بعد الستة أسابيع تتحول الموضوع من الأسبوع السابع وهو لازال جنين في بطن أمه إلى السهر السابع ولازال جنين تتحول إلى الليفر وإلى الاسبليم ما معنى الكلام هذا معناها أن الليفر والاسبليم أكيد فيهم استمسل صحيح فيهم استمسل وبالتالي بيطلعوا الهيماتو بايوسيس بعد كذا لو ما يصبح بعد الولادة لين البيوبرتي إلى البلوغ كل البون مروا بتطلع الهيماتو بايوسيس أو بتطلع الكمبونت سواء كانت لونج بون سواء كانت الفلات بون طيب في سؤال هنا حينطرحه سؤال مهم جدا احنا اتفقنا أنه بعد الولادة إلى البلوغ أنه حيتولى الموضوع البون مروا اللي حيطلع سواء اللونج أو الفلات طيب السؤال اللي حينطرح هل الليفر والاسبلين اللي كانوا بيصنعوا الهيماتو بايوسيس وهو جنين في بطنهم هل اختفت الاستمسل منها؟ نقول لا ما اختفتش الاستمسل منها بدليل أن الطفل لو ما ينصاب مثلا عمره تسع سنين انصاب بهيمونتك أنيميا تبدأ البون مروا بتحاول تعوض تعوض لين يصبح وقت من الأوقات أن التكسر الحاصل أكثر من التعويض هنا تبدأ السايتو كايينز تروح للليفر والاسبلين فتعمل لهم اكتيفاشن وتبدأ الليفر والاسبلين يطلعوا هيماتو بايوسيس وبالتالي هذه النقطة نسميها كده احنا نسميها الاكسترا مادلري هيماتو بايوسيس ما معنى الاكسترا مادلري هيماتو بايوسيس اكسترا معنى خارج ومادلري معنى بون والهيماتو بايوسيس معنى تصنيع البلود كومبونت معنى ان البلود كومبونت بتصنع خارج البون مره معنىها أنه في الوليفر والسبليم والطفل كان يصاب بالهيباتوس بينه ميغالي وكانوا يقولوا الهيباتوس بينه ميغالي حصل عنده لأن عنده ديستركشن نقول لهم لا حصل عنده هيباتوس بينه ميغالي لأن عنده هاي بروديكشن من الليفر ومن السبليم طيب الآن افتر بيوبرتي حتتوقف بعد البلوغ خلاص انتهى مرحلة البلوغ حتتوقف اللونغ بون حتوقف لاحظة فيش انتاج منها حيبدأ الإنتاج كله في الأدلت في الفلات بون واللي هي في الإكزيال سكيلتون زي في الهيبز في الريبز في السكالز فكل الإكزيال سكيلتون هي اللي حتطلع ونسميها الريد بون كنت معكم في ممضى في بداية مقدمة عن الهيماتولوجيا أو الانتروداكشن تكلمت عن الهيماتوبايوسيس عن الهيماتوبايوسيس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته